أمنياً كشفت منظمة تاكتالا ريبورت المعنية بالشؤون الاستخباراتية والعسكرية عن قيام حكومة رئيس الوزراء محمد شاع السوداني بإبلاغ سفراء كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا رفض حكومته لأي تدخل أو تعطيل لمساعيها امتلاك طائرات مقاتلة حديثة وقالت المنظمة أن السوداني أغضب واشنطن بعد الكشف عن نية بغداد شراء طائرات رفال الفرنسية المقاتلة بقيمة ثلاثة مليار دولار الأمر الذي دفع الأمريكيين إلى إرسال وفدن من البنتاجون ووزارة الخارجية إلى بغداد للتباحث في الأمر وأضفت المنظمة أن الحكومة العراقية حصلت على عروض قدمات من روسيا والصين لتجهيزها بالطائرات المقاتلة الحديثة بدلان عن فرنسا نتيجتان للاعتراض الأمريكي لكن الرد العراقي لم يقدم بعد إلى الجانبين مع استمرار المباحثات العراقية الأمريكية ترجمة نانسي قنقر